اشتركوا في القناة تشهده البحرين من نهضة وتطور على كافة العصعدة مما اعطاها السمعة الطيبة ولفت انظار العالم اليها وكان جسر الملك فهد شاهدا على كثافة اعداد زوار مملكة البحرين وزارة الداخلية ممثلة بادارة المنافذ لشعبة جوازات جسر الملك فهد سعت بكل جهد لتقديم كافة التسهيلات والاجرات لزوار البحرين العابرين اليها من منفذ جسر الملك فهد الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور وقد اكد رئيس فرع القادمين بجوازات جسر الملك فهد طارق الدوسري على فتح جميع المسارات في المنفذ والتأكد من الجاهزية التقنية لكافة الاجهزة مع توفير فريق للدعم الفني على مدار الساعة تحسبا لأي طارق في حالة وجود مناصب أو أي فعالية في مملكة البحرين نقوم بإعداد جداول دمج النوبات ونكثف من عدد الموظفين في النوبة لتسهيل إجراءات المسافرين لكي باستطاعتنا فتح جميع الكباين وتسهيل إجراءات المسافرين الأعداد كانت كثيفة الأمور الأمنية والأمور الخدماتية ماشية بأحسن صورة وفي إطار التوجيهات الخاصة بتسهيل عبور زوار البحرين أكد الدوسري على الحرص بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم في نطاق الصلاحيات المتاحة وبما يتوافق مع الظوابط الأمنية كما أشار إلى استخدام الزوار التكنولوجيا الحديثة المتواجدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة العبور كما تم توفير الكوادر البشرية اللازمة التي تساهم في تقليل مدة انتظار المسافرين دخلنا على نظام جديد النظام الاتبي والنظام الجديد سريع وأمنيا أكثر وذات فعالية ولله الحمد التكنولوجيا تدخل فيها الكاميرات جسر الملك فهد يعد مسؤولية كل موظف عامل في وزارة الداخلية للتأكد من سلامة إجراءات الزائرين لمملكة البحرين وزارة الداخلية مثلتا بإدارة المنافذ بشعبة جوازات جسر الملك فهد تواصل بذل جهدها وعمل آلياتها من أجل تحقيق إنسيابية حركة السير والمرور لاستقبال زوار لؤلاءة الخليج طلال نايف من جسر الملك فهد تفزين البحرين ترجمة نانسي قنقر